ترجمة نانسي قنقر وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن ما بثته قناة الجزيرة القطرية يمثل امتدادا لاعتداءات السلطات القطرية على الصيادين البحرينيين ومحاربتهم في أرزاقهم والتضييق عليهم وتوقيفهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وفي بعض الأحيان استخدام الذخيرة الحية ضدهم ما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات البحار التي أقرتها الأمم المتحدة وخرق لمبادئ حسن الجوار بجانب ذلك تعمل الحكومة القطرية منذ وقت طويل في انتهاك حقوق العمالة الوافدة التي تعد بالآلاف والتي لا توفر لها السكن الملائم ويعد ذلك مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان لهذه العمالة ما استدعى تدخل منظمة العمل الدولية في مناسبات كثيرة لحث الحكومة القطرية على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها فيما يخص العمالة الوافدة وشدد البيان على أن مملكة البحرين أرست مبادئ الديمقراطية من خلال مؤسساتها الدستورية وكفلت لكافة الأفراد المساوات والحق في مباشرة كافة حقوقهم المكفولة دستوريا وكفلت مبادئ العدالة الجنائية وأصول المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية القائمة على سيادة القانون وضمان الأمن والسلم الأهلي ومباشرة الحقوق وفق القانون وإرساء تشريعات المتقدمة في العدالة الجنائية ولفت البيان إلى أن ما تشهده وحققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات في المجال الإنساني والحقوقي والعدلي من تقدم وتطور أوجع المترصدين والمغرضين في بلد يخلو من أبسط مظاهر الديمقراطية وخلوها ممن يمثل سيادة الشعب في المشاركة بإدارة الشؤون العامة وشدد البيان على أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها وبتعاضر شعبها مع قائد مسيرة الوطن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإرساء الديمقراطية المتبنى على أسس وقواعد رصينة للحقوق والحريات